مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس العاشر عنوان الدرس قصة ذئب في الغابة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب يجل فيسبوك على استاذ طاحسين مندرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس اليونت السادس الدرس المخصص للقصة عنوان القصة اليوم A wolf in the forest ذئب في الغابة بالبداية يقول لي listen read and find out استمع اقرأ واكتشف اكتشف إجابة هذا السؤال وليس إذا رح يسألك إياها بعد أن تحطمت الطائرة A family were lost in a forest هذه العائلة كانت تائها في الغابة What happened to them ما الذي حدث لهم اقرأ القصة واكتشف شن اللي صاروا اياهم هذه العائلة يقول لي جون هاربر A Canadian Was flying his small plane جون هاربر هو شخص كيندي كان يطير بطائرته الصغيرة With him With him Where his wife معه كانت زوجته زوجته اسمها Clara And his two children واطفاله الاثنين Lucy Aged four Lucy عمرها أربع سنوات And Ben Ben Aged nine عمره تسع سنوات إذن Lucy عمرها أربعة Ben عمره تسعة Clara هي زوجته وهذا الشخص اللي هو جون هاربر هو شخص كينديا من كندا من دولة كندا They were flying over a forest كانوا يطيرون أعلى الغابة سدل لي فجأة The engine stopped توقف المحرك كلمة engine معناها محرك What's the matter? Why has the engine stopped? Asked Clara سألت Clara ما الأمر لماذا توقف المحرك I don't know said John He tried to start it again لا أعلم جوابها جون جون قالها لا أعلم حاول أن يشغل هذا الإت يعني ضمير عائد على الأنجين المحرك حاول أن يشغله مرة أخرى But nothing happened لكن لا شيء حدث لم يحدث شيء It's not good said John قال جون هذا الأمر ليس جيدا It won't start سوف لن يعمل We are going down سوف نهبط جون was lucky كان جون محظوظا He found a clear place between the trees وجد مكان آمن مكان فارغ بين الأشجار and landed his plane وهبط بطائرته Nobody was hurt لم يتأذى أحد They climbed out and looked around تسلقوا ونظروا حولهم Where are we? asked Clara سألت Clara أين نحن؟ I don't know answered John جوابها جون أنا لا أعلم Well We can't stay here said Clara قالت Clara لا يمكننا أن نبقى هنا Which way do we go? أين سوف نذهب في أي اتجاه Hey dad look said Ben قال ابن انظر يا ابتي He pointed to some trees وقام بالتأشير على الأشجار لاحظوا هذا الابن اللي هو بن يأشير على الأشجار لاحظوا وجود ذئب There is a big dog up there near the trees هناك كلب كبير هناك بالقرب من الأشجار That's not a dog ذلك ليس كلب It's a wolf إنه ذئب said John قال لجون أو الأب قال ترى هذا مو كلب هذا ذئب Is it dangerous? asked Clara سألت Clara اللي هي زوجته هل هو خطير؟ No said John Wolves don't hurt people قال لها كلا الذئاب لا تأذي الناس The wolf came towards them جاء الذئب باتجاههم then moved away ثم تحرك بعيدا came towards them again جاء باتجاههم مرة أخرى and moved away again ثم تحرك بعيدا عنهم مرة أخرى I think he wants us to follow him said Ben قال بن أعتقد بأنه يريدنا أن نتبعه Well I don't know where we are قال حسنا نحن لا نعلم أين نحن Maybe he does لكن هو ربما يعلم أين نحن said John Let's follow him دعونا نتبع They followed the wolf through the trees تبعوا هذا الذئب بين الأشجار Every now and again the wolf stopped and looked at them في بين حين وآخر كان يقف هذا الذئب وينظر عليهم يتأكد أنهم موجودين بعده أو خلفه and then moved off again ثم يذهب بعيدا مرة أخرى After about two hours بعد حوالي ساعتين They came to a road جاءوا على طريق Just off the road was a village وبعد هذا الطريق هناك قرية Thank God said John قال John الحمد لله أو شكرا لله We can phone from the village يمكننا أن نتصل هنا من هذه القرية Dad Where is the wolf asked Ben سأل ابن قال لي يا أبي أين الذئب They looked around but the wolf was not there anymore نظروا حولهم ولم يجدوا هذا الذئب مرة أخرى هذا ما يخص هذه القطعة قطعة بسيطة جدا أو قصة احنا ميزنا بين القطع قطع الكتاب والقصص هذا التعتبر من القصص الآن بعد ما قرأنا القطعة والقصة الآن نجعل الأسئلة اللي ممكن تجيني عن هذه القصة بالامتحان حاولوا تسجلون هاي الأسئلة بالدفترة لا تحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري What is the nationality of John Harper شنية جنسية John Harper تقول له Canadian من الممكن للإستاذ يقول لي Where is John Harper from ممنين هذا جون هارفر لانا ما تقول له Canadian لانا راح تقول له He is from Canada إنه من كندا What happened to the plane ما الذي حدث للطائرة قلنا إن الطائرة محركة توقف فأقول له The engine has stopped أو stopped توقف المحرك Who helped them من الذي ساعدهم قلنا إنه اللي ساعدهم هو الذئب أقول له A wolf بعد Who is Clara من هي كلارا أقول له John Harper's wife أو his wife من الممكن للإستاذ يسألني How old is Lucy جد عمر Lucy تقول له How old is Ben تقول له Nine هذين المعلومات اللي بالقصة مهمة جدا بالابتحان التحريري الآن ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي Read the story again اقرأ القصة مرة أخرى Close your students book ثم أغلق كتاب الطالب And rewrite the sentences correctly ثم أعد كتابة هذه الجمل بشكل صحيح يعني إيش داي يقول لي ثم أقول لي هاي الجمل اللي أنا منطق إياها جمل خاطئة أعد كتابتها بشكل صحيح فهنا أنا أشأ أقول له كمثال النقطة الأولى John Harper was sailing his boat John Harper كان يبحر بقاربة ذكرنا بالقطعة أنه John Harper كان يطير بطائرته الخاصة فأقول له John Harper was flying his plane أو his small plane كان يحلق بطائرته الخاصة Suddenly فجأة The plane caught a fire الطائرة احترقت هذا كلام صحيح قلنا أنه اللي صاروا إياهم أنه توقف المحرك أقول له suddenly فجأة The engine has stopped توقف المحرك The family knew how to get home العائلة علمت كيف تذهب إلى البيت كانت تعرف شون ترجع للبيت لكرنا أنه قال احنا ما نعرف وين موجودين فأقول له The family didn't know لم يكونوا يعرفوا لم يعرفوا كيف يعودوا إلى البيت أو أقول له They didn't know where they لم يكونوا يعرفوا أين كانوا هم بالضبط The wolf wanted to hurt the family الذئب أراد أن يؤذي العائلة لكرنا بالقصة أنه الذئب إجاههم على مود يساعدهم فأقول له The wolf wanted to help the family الذئب أراد أن يساعد العائلة not a hurt يؤذي help يساعد The family ran away from the wolf العائلة هربت من الذئب لكرنا بالقطعة أن العائلة اتبعت هذا الذئب فأقول له The family مو ran away وإنما أقول له followed The wolf العائلة اتبعت هذا الذئب على أمل أن يدليهم في المكان الذي يندله The wolf waited in the village الذئب انتظر في القرية بعد ما وصلهم للقرية ظلم انتظرهم هذا الكلام صحيح؟ لا قلنا The wolf ran away أما أقول run away على سبيل المثال هرب بعيدا أو أقول disappeared disappeared معناها اختفى كلتان إجابتين صحيحات إذن هرب بعيدا أو أقول went away ذهب بعيدا أو أقول disappeared اختفى هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا تمرين من الممكن أن الأستاذ يستغله أو يجيب لك من أحدى هذه الجمل ويقولك true أو false أو يصحح الجملة ويقولك true أو false فأنت لازم تعرف الجمل الصحيحة والجمل الخاطئة والخاطئة تعرف أشلان الصححة إذا طلبها من عندك الأستاذ أنك الصححة هذا ما يخصت من الرقم واحد إذن هو تمرين مهم متعلق بالقصة اللي أخذناها تمرين رقم 2 answer the questions أجب على الأسئلة التالية شي يقول لي who are the characters of the story من هم شخصيات القصة ذكرنا أن شخصيات القصة اللي هم جون هارفر اللي هو الأب كلارا اللي هي زوجته لوسي وبن اللي هم أولاده what is the story about عم ماذا تتحدث القصة أمنعنا بشكل مختصر للطالب يذكر شون اللي يتحدث عن القصة about جون هارفر and his family عن جون هارفر وعائلته who were lost in the forest الذين كانوا تائهين في الغابة إلى آخر القصة اللي هم يقول لي the title شون عنوان القصة ذكرنا أن عنوان القصة a wolf in the forest ذئب في الغابة why I like didn't like the story لماذا أعجبتني القصة مثل ما تعودنا بالوحدات السابقة أن الطالب إذا أعجبت القصة يقول I like the story أو إذا ما أعجبت القصة I didn't like the story وينطي السبب إذا أعجبتها أو ما أعجبتها وهنا لـ الكلمات الجديدة التي تعلمتها بالقصة على سبيل المثال تعلمنا كلمة engine engine معناها محرك lost تائهين إلى آخر الكلمات مثلا wolf ذئب إلى آخر الكلمات لأنه مجرد الطالب يكتب الكلمات التي تعلمها من خلال هذه القصة ما كان يعرفها سابقا وتعرف عليها من خلال هذه القصة هذا التمرير الرقم 3 تمريل مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي كذلك تمري الرقم 2 لأننا اتفقنا سابقا أنه مثلا بالامتحانات الشاملة بامتحان نصف السنة أخير السنة لما يقول لي who are the characters of the story منهم شخصيات القصة لازم يحدد يا قصة بالضبط لأننا أدنا أكثر من قصة لذلك نقدر أن يجهي سؤال بالامتحان التحريري مجرد نشاط صفي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه يدرس بسيط جدا قصة بسيطة جدا كلماتها بسيطة أسئلتها مسهلة تنحفظها بسرعة أخذنا الرأس المتعلقة بها الصحة وخطأ اللي ممكن تجيلي بالامتحان وعرفنا شون نصحح هالخطأ بعض الجمل خاطئ أو شون صحاح وقلنا أن هذه القصة مطلوبة بالامتحان التحريري بالسؤال المخصص للقصص حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعاتكم للفيديو أي سؤالة أو استفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدموها على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف